جو تيتشر تعليم بلا قيود وضحنا ما هو فعل الطلب وما هو جواب الطلب أنا عندي فعل طلبي بقوم بجواب لهذا الطلب مثلا أقول أدرس تنجح فأنا جزاء دراستي جواب الطلب النجاح وتكلمنا من فعل مضارع دائما في جواب الطلب مجزوم الآن ده خش معاكب جزئية ما أخذناها أو ممكن أخذتوها زمان أو خليني الرجحها حس أنت ما مر عليك ونمتأكد أنه ما مر عليك قبل هيك أنه فعل المضارع يجزم في جواب الطلب ولكن مر عليك بالسبب السابقة حالات ثانية لجزم الفعل المضارع خليني استذكرها ونفرق أنه كيف يمكن تجينها في الامتحان وكيف يمكن أن نقع في ترك أو في خطأ في هذه الأمور بين جزم الفعل المضارع في جواب الطلب أو في الحالات الأخرى التي قدناها قبل هيك الآن يجزم الفعل المضارع في الحالات الأخرى في الحالات الأخرى الحالات التي تجزم بها المفعل المضارع في اللغة العربية إذا سبق بأدوات الجزم ورام شيءed من لك restoration لم ولما ولام الامر ولا الناهية فأنا اقول لم يدرس هو الفعل مضارع مجزوم ولكن ما عامل جزم او ما سبب الجزم اداة الجزم لم لا الناهية لا تدرس وخلي عندك معلومة بدك تفرق بين لا الناهية ولا النافية لا الناهية انا بنهى عن الفعل يعني بقول لك لا افهم المعنى دائما بقول لك لا تلعب لا تدرس بطلب منك اشي ما تعمله فأنا بطلب منك طلب بينما لو قلت لا يدرس هنا انا نفيت عنك فعل الدراسي فالمعنى واضح وصريح انه النهي فيه نهي فيه رفض القيام بالشيء بينما النفي انفي عنك قيامك بهذا العمل لتدرس جيدا لام الامر لتدرس جيدا لتلعب جيدا هذه فعل مضارع مجزوم وفعل مضارع مجزوم جزم بلا الناهية وجزم بلا الامر وهذه الادوات هذه الادوات ادوات الجزم تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط فعلا مضارعا واحدا فقط الان انتقل واتكلم عن الحال الثانية لجزم الفعل مضارع في اللغة العربية انا وهي اذا سبق بادوات الشرط الجازمي واخدناها بالصف العاشر وقيد مروا عليكم اخدتوا مع الاستاذ تاعك مع المعلمة تايتك ادوات الجزم الشرط الجازم وغير الجازم ولكن انا الان تركيزي هنا على ادوات الشرط الجازمه هي اللي بتجزم فعلين تجزم فعلين فعندي اداة الشرط الجازمه ادوات الشرط الجازمه تجزم فعلين مضارعين لازم يكون في فعل الشرط وجواب شرط الاول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط مثال انا اقول من اداة شرط ونعطيكم ادوات الشرط هاتستانة لنحفظها من اداة شرط من يدرس ينجح فعندي اداة شرط عملية شرط انا باشترط عليك ايش مقابل اشي اشترط عليك عشان تنجح جواب الشرط انا عندي او بنسميه جزاء الشرط يعني جزاء قيامك للفعل عشان تنجح لازم تدرس اللي هو فعل الشرط فانت عشان تنجح لازم تقول اول شي فعل الشرط بتحصل على جواب الشرط فهذه وظيفة ادوات الشرط الجازمه الان ادوات الشرط الجازم تقسم الى حروف واسماء يعني فيه اشياء نعتبرها حروف لا محلها من الاراب وفيه اسماء نعتبرها اسماء ولا محلها من الاراب ولكن الارابها مش مطلوب منك نهائيا الان عندي حروف شرط الجازم ان فقط حرف الشرط ان اداة الشرط ان هو يعتبر حرف وبقول ان تشتهد تحصد او تنجح تحصد فعندي هون اداة شرط جازمه ووجب اراها فعل مضانع مجزوم بالسكون وعلى سبب الجزم انه فيه اداة شرط وادوات الشرط الجازم شو اتلاقي انا بتجزم فعلين فعندي فعل مضانع مجزوم اللي هو جواب الشرط وفعل مضانع مجزوم اللي هو جواب الشرط اللي انا اندي القسم الثاني باه هو اسماء الشرط الجازمه اللي هو من وما للعاقل مهما من للعاقل ما ومهما متى اين اينما حيثما كيفما حيثما كيفما ايانا واي هذه ادوات الشرط الجازمه مطلوبة منك حفظ عشان تتمكن منها وذجتك في الجملة فمثلا جاك سؤال يا صديقي العزيز قال لك ما عامل الجزم في الفعل المضارع او ما سبب جزم في الفعل المضارع بدك تتأكد اذا انك شفت بالجملة احد الاسماء هاي او احد ادوات الشرط الجازمه اعرف انك انت الان تشتغل على قاعدة الشرط مش قاعدة جواب الطلب او اذا جاك فعل مضانع مجزوم كان في عنا ادوات الجزم اعرف انك تشتغل على فعل مضانع مجزوم بادوات الجزم فيعرف القاعدة اللي بتشغل عليها اكون فاهم الفرق الان ننتقل الى المثال التالي المثال التالي من يدرس مع فارس معي انا يعني يحصل على العلام الكاملة انت الان انا انت اداة شرط جازمه هس الجملة فيها في المضانع مجزوم بس بدي اعرف شو عامل او سبب الجزم فباجي بتطلع بلس بحرف الشرط من مش من من اداة شرط ولكن هذه من بفتح الميم من اداة شرط فالان عندي اشي اسمه فعل الشرط اللي هو يدرس انت الان اذا بتدرس ما لستهى فارس تحصل يحصل جواب الشرط جواب الشرط يحصل على العلامة الكاملة فهذه فائلة مضانع مجزوم فحكينا ادوات الشرط اجزم فائلين مضانعين عندي واحد فائلة مضانع مجزوم لان انتقل الى الحالة الثالثة وهي اللي معاننا في الدرس بعد ان نفرق بين حالات الثلاث وكيف ممكن يجينا في الوزارة وكيف ممكن يوقعونا او يوقعونا في الغلط بناتهم ثلاث اذا وقع جوابا للطلب يا سلام اخذناها الان حكينا جملة جواب الطلب عملت رياضيات انا انت جملة بين قصين فعل طلب اللي هو شو بكون شو فعل الامر ممتاز فعل الامر زائد جواب الطلب اللي بكون دائما ايش فعل مضارع مجزوم دائما فالعملية عندي نتيجة اسلوب طلب بحط لي خطين هنا وراح ارجع ذكرك فيها كمان شوية الان تسامحوا فعل امر انا بطلب منك بقولك تسامحوا طب شو تصير يؤلف الله بينكم يؤلف فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب محرك بالكسر استاذي دائما في اللغة العربية حكيت لك ساكن زائد ساكن ما بصير غلط لازم حدا يتلحلح او مشي الواحد بنحذفه الان ساكن مع ساكن يؤلف اصلا كان ساكن ولكن انتقت مع اللي التعريف وقل التعريف دائما ساكن ودائما خذت قائده في اللغة وينما شفت حرف ساكن زائد قل التعريف اعرف انه في التقال ساكنين انه دائما اللي التعريف مربوطة باياش مربوطة بالسكون يا سلام عليك فالان تساوحوا يؤلف الله بينكم هؤلاء عندي صافي ساكن وفي ساكن فحركنا بالكسر منعا لالتقاء ساكنين الان بعطيك مجموعة ملاحظات ممكن اغلبكو بتغلب معاهم عرفنا حلاجة جزم الفين المضارع تمكننا منهن بعد القليل راح ووضحنا كيف تفرق منهن وكيف تيجي يصيغ اسئلة الوزارة بالتفصيل حروف العلي هي الالف والوا واليا هذه ملاحظة لان هناك كثير من الطلاب يعاني يقول أستاذ انا كيف تتعرف ان هناك حرف اللي محذوف في الجملة انا بدي اقول لك خلك معي حروف العلي بالبداية والسرعة بدي اكتعرف انها حروف اصلية وليست زاعدة فانا بمعنى انها احرف من اصل الكلمة مثل يرجو ونرضيها رجع فانا بدي اصل الالف دائما مصدرها بدي المصدر برجع للمصدر للجذر ماضيها مضارع يرجو دعا يدعو هاي الواو اصلية هنا الواو اصلية لذلك تعتبر حرف اللي الان هاي الواو في حالة الجزم يرجو يدعو لو دخلنا جزمناها بني حذف حرف العلي او يقول لك لم يدعو يا سلام شو صار حذفنا حرف العلي فانا برجع للمضارع او للماضي وبتأكد هل حرف العلي او فيه حرف العلي محذوف اصلي من كلمة مثال يبكي هنا الياء اصلية كيف ارشتنا اصلية شين الياء يبكي او ترضي ترضي لو شرت الياء لا ولكن في حالة الجزم تحظى بحرف العلي فبقول طر ضي قفا نب كي استبدلنا الياء وحذفنا حرف العلي واستبدلناه بالكسرة ففي حالة الجزم يوحدث حرف العلي كيف تدعرفه يا برجع لجذر الكلمة او برجع لمضارع الكلمة وبتأكد هل فيه حرف العلي محذوف او هل فيه حرف العلي اصلي موجود في الكلمة الحالة الثانية او الملاحظة الثانية الي بدي اعطيك اياها البنرة الفعل مضارع يكون على السكون اذا اتصل بنون النسوي الان اخذنا علامات جزء من الفعل مضارع وحكينا الفعل مضارع معرض ولكن في حالات ياتي الفعل المضارع مبني واني حالتين بس مافيه اعلان ثالث الاولى اذا اتصل بنون النسوي وهي النون دالى على مجموعة من النساء يعني اقول يدرسنا انا بحكي عن مجموعة نساء أو فتيات يلعبنا يذهبنا ما بحكى مجموعة رجال أو جماعة عاملة لا أنا مخصص جماعة من النساء فالآن فعل مضارع بدلاً ما يكون فعل مضارع مجزوم يصبح فعل مضارع مبني على السكون فعل مضارع مبني على السكون إذا اتصن بنو نسوي ومتى الحال الثاني إذا اتصن بنو التوكيد الخفيفة بنو ني التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة سواء الخفيفة أو الثقيلة إذا اتصن بنو النسوي على السكون وعلى الفتح إذا اتصن بنو التوكيد الخفيفة أو الثقيلة شو يعرب ركز هيا بالأحوة نعطيناك إياها فعل مضارع مبني في محل جزم جواب الطلب فعل مضارع مبني في محل جزم جواب الطلب إذاعي يعني مثال قلت لك درسنا تنجحنا يا سلام بجأ الفعل تنجحنا اتصن بإيش نون نسوي طب أنا بعرف إن الفعل مضارع إذا اتصن بنو نسوي بده يكون مجزو مبني طب أيوة صار عندي بناء وعندي جزم شو من الأولى فبقول فعل مضارع مبني على السكون بجأة الإعراب الرئيسي فعل مضارع مبني على السكون بعدها بجأة الحال الثانية في محل جزم جواب الطلب يا سلام وضحة الصورة ركز فيها نقطة مهمة و لازم تتمكن منها الآن ننتقل إلى جزء الأخير من هذا الدرس طبعا بعد أن عرفنا أن الفعل مضارع يأتي مجزوما إلى سبق بدات شرط جازمة أو أدوات الشرط التي تجزم فعلا واحدا كما ذكرنا قبل قليل فما هو سبب الحقيقي لجزم فعل في جواب الطلب وهاي مهمة قطل عليها مهم الآن الفعل مضارع يجزم بأدوات الجزم لم لما لام الأمر لان ناحية و جملة الشرط يجزم بأدوات الشرط طب أنا عمي بقول لك مثلا أدروس تنجح أدروس تنجح هل فيه سبب حقيقي أو سبب خفي أنا ما بعرفه وما جزم الفعل المضارع يا مش ما أقوله يكون سبب الجزم الحقيقي فعلا لأنه فعل أمر يعني فعل أمر مش عامل للجزم يجب أن تعلم أنه في هاي الجملة في عندي أداة شرط وفعل شرط محذوفات محذوفات أنا كل جملة طلبية تتكون من فعل طلب هو جواب طلب مثل ما أخذنا فعل مضارع المجزوم هي في الحقيقة جملة شرطية تحتوي على أداة شرط وفعل شرط محذوفات طب بسا أستاذي أنا طيب شو بالدارب أنا سبحك فعل مضارع مجزوم لأنه ذات شرط محذوفة ولا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب صديقي العزيز تقري في جواب الطلب تقريب على أساس أنه مجزوم في جواب الطلب ولكن 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 إذا قال لك ما عامل واطل غب تحت كلمة عامل الجزم في الفعل المضارع أو ما أصل الجملة الطلبية أو ما السبب الحقيقي في جزم الفعل المضارع في هاي الحالة بتقوله في عندي أداة شرط وفعل الشرط محذوفان في جملة جواب الطلب نأخذ مثال عندنا مثال في الكتاب زوراء محافظة إربد تجدها جمان الطبيعة وكرم أهلي وكرم أهلي أصل الجملة زوراء إربد فإن أداة الشرط المحذوفة أداة الشرط تزوراء فعل الشرط هاي الجملة اللي محذوفة زوراء إربد فإنت زوراء إربد تجدها جمال الطبيعة وكرم أهليها وكرم أهليها الآن هاي حذفت صارت الجملة كالتالي زوراء إربد تجدها جمال الطبيعة وكرم أهليها نأخذ مثال ثاني التصف العدل والإحسان ترضي الله التصف فعل أمر ما بناء السكون وترضي فعل مضارع مجزون في جواب الطلب طب بدي أرجع إلى أصل الجملة اللي حكيت لك عنه قبل شوية أصلها التصف العدل والمساواة فإن عداة الشرط المحذوفة تتصف فعل الشرط التصف العدل والمساواة فإن تتصف العدل والمساواة ترضي الله الآن هذه الجملة عندي محذوفة بالأصل فالجملة أصبحت التصف العدل والمساواة ترضي الله وضحت 100% يعيني عليك برضو فينا مثال ثالث اعتني بالثروة الشجرية تحصل على هواء النقي اعتني فعل امر مبني اوه دقيقة شوية في كسرة عندي بالدرجة اعكد لك شغلة وركز فيها الان انا استاذ انشفت الكسرة ما اقول انتقى ساكنين ما اقول ابصر شو بدي اشك في الموضوع خلينا اتاكد معك نجيب مضارع فعل يعتني يعتني عندي ايه اصلية في بناء فعل امر حذفت فعندي فعل مضارع مبني على السكون هاي فقط للمراجعة اترقت الى الان لان كثير منكم بخير بطو في بناء في بناء فعل امر في بناء فعل امر وجزم فعل مضارع اذا كان مجزوم او مبني في حذف حرف ال ال اعتني بالثروة الشجرية فان تعتني تحصل على هواء النقي عندي هنا فان تعتني اداة الشرط وفعل الشرط محذوفا بمعنى انه يتم حث الاداء ان وفعل الشرط تعتني الان القاعدة الملخص القاعدة السلوب الطلب السلوب الجزم في جواب الطلب يبدأ بفعل طلب وفعل امر ثم يجزم الفعل مضارع الواقع في جواب الطلب والتي هي اصلها اصلها جملة شرطية حذفة منها فعل الشرط والاداء طيب اه تكلم هذه الامثلة في الحصة السابقة الان سنتقل الى امثلة الكتاب ولكن قبل التكلم عن امثلة الكتاب يجب ان انوه الى اهم الصياغ الوزارية على هذه القاعدة في البداية بالاكتيارة يا صديقي العزيز انه الان في الامتحامات جميعا شو ما كانت العام الاساسي في اختيار اجابة صحيحة انك تفهم الاساسي امامك هاي انت بنك اسئلة فالعام الاساسي في انك تحصل على اجابة صحيحة فهمك فهمك للسؤال والخيارات نصف الاجابة انا اذا فهمت السؤال شو طالب مية في المية وفهمت الخيارات الامامة مية في المية راح يكون انا حصلت اكثر من خمسين اكثر من سبعين بالمية من اجابة الصحيحة فلازم تتأنى تقرأ السؤال تفهم السؤال شو طالب تقرأ الخيارات تفهم الخيارات عشان تقدر الجاوب وتكون متمكن من الدرس وباذن الله تعالى ما راح يصعب عليك اشي الان اعرب ما تحته الخط الصيغر اولى يأتي مثال فيعطيك حالات اعرابية اختر الاعراب الصحيح عارب ما تحته خط بس يغضاء دائرة صح القطع الوالد في الجملة طبعا لاش خلاص بتابعوني على السوتيال ميديا اللي بتابع صفحة الانستجرام جروب الواتساب صفحة الفيسبوك انا يوميا بضع السؤال من هذه الاسئلة او من هذه الصيغ على صفحتي فتابعني وان شاء الله تعالى راح تستفيد الحالي الثالثي اضبط فعل الطلب وجواب الطلب اضبط الافعال المخطوط تحتها في الجملة الاتية ممكن يجيب لك جملة يكون في عندك اضش عندك حركات يقول لك اضع الحركات المناسبة من خلال خيارات اربعة مع علامة جزم فعل امر او الفعل المضارع فعل الامر او الفعل المضارع حل السبوب الطلب اركانو أركانو 잘못 اول طلب وجواب الطلب العين بیجيب لك جملة بيعلم synthetic استخدم السبوب الجزم خ encuentra واستخرج اسلوب الجزم وضع الدوار هنا واستخرج فعلاً مجزوماً ماذا ترقى يا أستاذ ركز فيه هاي جيتك 100%؟ يعني أنا متأكد شخصينا ستأتيك استخرج اسلوب الجزم في جواب الطلب الاستخراج هنا جملة يعني قال لك استخرج اسلوب الجزم أنا أعطيتك معادلة قلت لك اسلوب الجزم هو عبارة عن فعل أمر وفعل مضالع فلما قلت لك استخرج اسلوب بدك تستخرج جملة كاملة تحتوي على فعل الأمر والفعل المضالع فعل الطلب وجواب الطلب بينما قال لك استخرج فعل المضالع عن مجزوم ما فيه جواب الطلب تستخرج الفعل فقط المضالع المجزوم الاستخراج يكون الفعل المضالع المجزوم فقط أكمل الفراغ الآتي لان هذا الاختبار القصير إليك راح أترك لك إياه تحله وأي مشكلة بتواجهك في الإجابات بإمكانك التواصل معي على رقم الهاتف 079 98 604 وعشان نضمك لقربات الواتساب اللي راح نبعث عليها اختبارات أوراق عمل وفيه إن شاء الله تعالى مفاجآت على مدار العام كامل وتذكر دائما أن النجاح يبدأ بخطوة واحدة صغيرة في كل يوم كل يوم لازم تخطو خطوة كل يوم تصحب عزيمة بإرادة لا تتكاسل لا تعجز هذا هو مستقبلك هذا هو حياتك اتعب السنة اتعب السنتين يا أخي فرح هناك فيك فرح بابك فيك فعشان هيك أصل الله لكم التوفيق والنجاح جميعا يعني لكل مشتهدي نصيب ومن كانت بدايته مشرقة من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة وإن شاء الله تعالى نكون على قدر كافي من المسؤولية الآن بدي أننتقل إلى حل أسئلة الكتاب صفحة 22 وصفحة 23 أول سؤال أو أول صيغة سؤال أمامي الآن أحل الأسطوب الطلب إلى أركاني الأساسية حكيا الأسطوب الطلب عندي فعل الطلب اللي هو دائما فعل أمر وجواب الطلب فعل الطلب جملة التالية فعندي فعل أمر مبني على حذف النون فعل أمر مبني على حذف النون وجواب الطلب أذكر أذكر هاي ميم الجماعة والكاف ضمير متصل فعن عندي فعل طلب أذكره جواب الطلب أذكر فاذكروني أذكركم إذا كتميز الجملة تعرف شو فيها ضمائرة متصلة عشان تعرف تطلع الفعل الصحيح تعرف شو حالته الإعرابية تسامحوا فعل أمر اللي هو فعل الطلب يؤلف جواب الطلب تسامحوا فعل أمر شو جواب الطلب؟ بالفعل مضالع المجزوم يؤلف شاركي أنا بأمرك شاركي اللي هو فعل أمر مبني على حذف النون لتصالي باليا يا المخاطبة شاركي بالانتخابات الطلبية لسه ما حصلت على الجواب أنا شاركي بالانتخابات الطلبية شو بصير؟ تساهمي فعل مضالع فعندي شاركي فعل الأمر فعل الطلب تساهمي جواب الطلب شاركي تساهمي ننتقل إلى السؤال الثاني وعين الأفعال المجزومة في جواب الطلب فيما يلي مبينة علامته لعرابية الطالب لزميله زورا محافظة عربة تجداد جمال الطبيعة وكرم أهلها الآن بدي أجي خطوة خطوة ركز معي وعين الأفعال وعين العلامة الآن زورا طالب من الفعل المضالع فقط المجزوم جواب الطلب المبارك تجدوه فعندي الفعل المجزوم فعل الطلب جواب الطلب جواب الطلب تجدوه وعلامة جزمي حذف النون الأب مخاطب الأبناء ابتعدوه عن الشعيات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعيشوا برضو عند تعيشوا برضو حذف النون لأنه متصل بواب الجماعة اجتهت فعل الأمر ترى نتائج العمل الجاد لأبون في فعل عندي هون ترى هاي أصلها يرى فعندي حرف فعندي الألف حرف عل والألف تستبدل بالفتحة في حد الجزم فعندي فعل مضالع مجزوم بحذف حرف العل طلابي طالباتي يالله يعطيكم ألف آفيا يا رب حبيت أوقف شوي عند هذا المثال المذكور في الكتاب بالسؤال الثاني الفرق الخامس على وهو تكلم وتعرفه طبعا هذا المثال ورد في دليل المعلم في الإجابة التالية أنه الفعل المضالع تعرفه الفعل المضالع مبني مجهول فهو مجزوم بالسكون والفعل تعرفه ولكن هذه الإجابة خاطئة الإجابة الصحيحة تعرف فعل مضالع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة تعرفه فحبيت أنا أوضح هذه النقطة طبعا لحد الآن بعده مذكور في دليل المعلم أنه علامة جزم السكون بانتظار التعديل على هذه الإجابة وإحنا توصلنا معهم وإن شاء الله تعالى تكون أمور سليمة والله يعطيكم ألف عافية يا رب وبالتوفيق إن شاء الله تعالى ننتقل إلى السؤال الثالث وبين سبب جزم الفعل المضالع في هذين المثالين من يعمل في سبيل الوطن يحقق أحلامه يعمل لأنه فعل الشرط تمام اللي أنا ركز معي أي مثال بقرأه بشوف عندي بلش الموضوع بحرف شرط بعرف أني أنا بشتغل على قاعدة الشرط بطلع أي قاعدة ثانية فأنا عندي بلش جملة بمن فبعرف أنه من أداة شرط الآن أنا قاعدة أشتغل على قاعدة الشرط من يعمل في سبيل الوطن يحقق أحلامه عندي فعلية مجزومات حكينا أنه في آل الشرط أدوات الشرط تجزم فعلين مضالعين وقد سبق بإسم شرط جازم يحقق فعل الشرط اتقي الله يرزقك من حيث لا يحتسب اتقي الله الآن بلشت في فعل أمر أنا مضيء مضالحة يتقي فعندي هون فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اتقي الله يرزق الآن بفصل الكاف هاي الكاف ضمير وعندي السكون حرف الأخير قاف صحيح فبعره بفعل مضالح مجزوم بسكون لأنه واقع في جواب الطلب لأنه واقع في جواب الطلب ننتقل إلى السؤال الرابع أعرف ما تحته عرابا تاما قفة فعل أمر بخاطب اثنين قفة متصل بألف الاثنين واتلك فعل أمر إذا اتصل بألف الاثنين يبنى عليه يبنى على حرف النون ما شاء الله عليك قفة فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين والألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نبكي مضارحة يبكي فالآن أنا بعرف أنه أنه عنده هنا في حرف عللة محذوف اللي هو لياء واستبدلنا بالكسرة فبنعرفه نبكي فعل مضارح مجزوم لأنه في جواب الطلب في جواب الطلب وعلامة جزمي حذف النون يا سلام حذف حرف العلة عفوا لعلم ناخري والفاعل ضمير مستر تقديره نحن اشتدي أزمة تنفرجي اشتدي فعل أمر مبني على حذف النون ليش لنتصاله بياء المخاطبة لاتصاله بياء المخاطبة ولياء ضمير متصل في محر رفع فاعل أزمة منادة مبني على الضم في محل نصب يا أزمة هناك أعدات شرط محذوفة أعدات نداء محذوفة تنفرجي جواب الطلب فعل مضارحة مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون وصية ذي الإصفة العدواني لابنه ألن فعل أمر ألن يعني كون لين فعل أمر مبني على السكون ألن جانبك لقومك شو النتيجة شو جواب الطلب يحبوك وتواضع لهم يرفعوك وابسط لهم وجهك يطيعوك يحبوك فعل مضارحة مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أفعال خمسة طبعا تصل بواو الجماعة ابسط فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر احترم برضو فعل أمر مبني على السكون صحيح الآخر تجسد فعل مضارحة مجزوم على مجزم السكون برضو صحيح الآخر وهيك بفضل الله تعالى بيكون انتهينا من درس السوب الجزم في جواب الطلب الله يعطيكم ألف ألف عافية يا رب فخور فيكم جدا واتمنى تستمروا بهذه الهمة وأسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والنجاح كان معكم ومحبكم الأستاذ فارس تلاوي مدرس مادة اللغة العربية على منصة جو تيتشر